عضوية النادي الأهلي 1-4 ما تكون ما شاء الله ما شاء الله يعني نمسك الخشب بالـ 750 ألف بعد 47 يوم بالتمام والكمال النادي الأهلي عندنا فرع الجزيرة ده فرع العبق التاريخ عندنا فرع زيد ده حاجة يعني وهم شكل ومنظر وجمال وروعة ولسه كمان لما يكتمل يعني ونادي الأهلي مديدة نصر الحداثة الحداثة بشكلها الجميل يعني وعندنا كمان خدمات النادي الأهلي لما يكون عضو في النادي الأهلي بيروح بيستفيد خدمات فرع مطروح أو المصف بتاعه مطروح والفرع الجديد اللي يتم افتتاحه دلوقتي أو تجهيزه اللي هو أسوان وده أولى مراحل التعاون مع استداد كل الفرع دي هتكون بقيمة إجمالية 750 ألف بعد 41 ليه بنقول الكلام ده؟ وليه النادي الأهلي حريص أن يقول الكلام ده في التوقيت ده لأنه العضوية الآن تقدر تستفيد بها بـ 500 ألف فقط فهو النادي الأهلي نظراً لحرصه أن يكون يكون فيه أكتر عدد ممكن من يكونه جوه عائلة النادي الأهلي فبيعلن أنه 1 أربعة هيكون بـ 750 ألف يا تلحق يا ما تلحقش فمن المقرر أن ترتفع قيمة الأضوية كل الفرع للمؤهل العالي من 500 ألف طبعاً لـ 750 ألف زي ما قلت لكم وكل الفروع بـ 600 ألف الآن للمؤهل دون العالي وهتكون مليون جنيه 1 أربعة بالنسبة لأضوية فرع الشيخ زايد هي بـ 175 ألف جنيه دلوقتي وعلى فكرة ممكن تقصت هذه الأرقام لمدة أربع سنوات 175 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد هترتفع لـ 250 ألف جنيه بدءاً من 1 أربعة والمؤهل المتوسط فرع الشيخ زايد حالياً بـ 250 ألف جنيه هتكون بـ 400 ألف جنيه أنا بشرح الحاجات دي بالتفصيل ليه لأنه يعني إحنا في الفترة الأخيرة وزي ما قلت لكم هو حرص النادي الأهلي أن يكون عائلة النادي الأهلي اللي هي جوه نادي تكبر وتكبر أكتر وطبعاً هو مورد طبعاً للنادي الأهلي وطبعاً عائلة النادي الأهلي كبيرة جداً بكل جماهرة حتى اللي مش موجودين جوه أعضاء النادي الأهلي هنروح لفرق فرق التجمع الخامس أنا ما تسكوش كمان عن فرق التجمع الخامس ده حاجة جميلة حاجة جميلة جداً حاجة هتبقى 50 فدان حاجة في موقع متميز جداً وهتخدم أهلي التجمع الخامس وكل شرق القاهر 200 ألف جنيه حالياً هترتفع إلى 250 ألف جنيه أول إبريل مع الزيادة وما دون المؤهل العالي هترتفع من 300 ألف جنيه حالياً هترتفع إلى 400 ألف جنيه في حاجة كمان النادي أهلي تسهيلاً على اللي عايز يشترك إنك لو أنت موجود خارج البلاد وكل مشاهديننا خارج البلاد دلوقتي لو عايز أشترك جوه النادي الأهلي يقدر يعمل إيه؟ يقدر يعمل توكيل لمن لحد من أفراد أهلته أو أي حد يقدر ينهيله كل الإجراءات الخاصة بالمقابلة وسداد العضوية وسداد الإجراءات كلها التقصيد بقى التقصيد عايز أقول لكم نقطة دانية أهم إنك إنت لو رحت مثلاً اشتركت في دلوقتي مثلاً اشتركت في عضوية فرع الشيخ زايد فرع الشيخ زايد دلوقتي وليكن بمتين مية خمسة وسبعين اشتركت دلوقتي جيت والعضوية بتاعت فرع الفروع كلها خمسمية جيت إنت بعد ثلاث سنين أو أربع سنين اللايحة بتاعت النادي الأهلي بتقول إيه؟ بتقول إنه لو إنت جيت قبل نهاية الأربع سنين وقدمت طلب إنك إنت عايز تشترك في كل الفروع ويكون لك في دخول كل الفروع والتمتع بجميع المزايا وتكون عضو عامل في الجماعة العمومية تقدر تدفع على السعر الأديم يعني مش هيجي لك بعد أربع سنين يقول لك ادفع القيمة وقتها أيا كان القيمة وقتها سبعمية وخمسين أو زادت فأنت هتكون مشترك على المية خمسة وسبعين والفروع كلها أو العضوية العاملة بخمسمية هتشترك هتدفع الفرق فقط اللي هو على الخمسمية اللي هو تاريخ وقت اشتراكك في حالة بقى طبعا فيه أرقام صغيرة بتضاف على الحاجات الأرقام اللي قلتها لكم دي لها إضافة الزوجة بمبلغ 2760 جنيه بالإضافة ل 114 جنيه أرقام يعني استمارة العضوية وتزديد مبلغ 3 جنيه اشتراكات السنوية كلها الخدمات يعني ومبلغ 500 جنيه ده لاستمارة سحب العضوية زي ما قلتلكوا دي ده أنا شرحتها بالتفصيل عشان حاجتين النادي الأهلي ومجلس إدارته حريصين كل الحرص أنه هو بيوسق وأنه هو بينمي موارده أنه هو يقول للناس أكتر من مرة أنه الأسعار سترتفع ويشرفنا أن أنت تكون موجود معانا جوة عائلة النادي الأهلي بهذه الأرقام قبل الارتفاع